موسيقى فوائد الزنجبيل الصحية المنيرة والغير معروفة وطرق تحضيره لعلاج الكثير من الأمراض هو من الأعشاب الذي يستخدم لعدة أغراض علاجية ووقائية فضلا عن طعمه الرائع كمشروب يحتوي على مراكبات غذائية يحتاجها الجسم يوميا ونقصانها يسبب أمراض مختلفة في هذا الموضوع سنذكر لكم فوائده للرجل والجنس ولعلاج مختلف الأمراض وللتخصيص والخلطات المستخدم فيها الزنجبيل لماذا يجب عليك تناول الزنجبيل؟ يحتوي على عناصر وعلى مراكبات غذائية لا غنى عنها لجسدك بروتينات حديد حمض كربوهايدرات سكريات ألياف فيتامينات معادن أحماض الدهنية وأحماض أمينية بالإضافة إلى عنصر السوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم كما يحتوي على فيتامين سي وفيتامين بستة وكل هذه العناصر يحتاجها جسدك لأداء وظائفه الحيوية بشكل سليم هذا الموضوع ستتعرف على كل فوائد الزنجبيل بشأن من التفصيل وكذلك طرق استخدامه وفوائده لعلاج السرطان أجريت عدة أبحاث في جامعات أمريكية وأظهرت أن له فوائد كثيرة في علاج السرطان والوقاية منه فوجد أنه يعمل على قتل الخلايا للسرطانية في الرحم وإبطاء نمو هذه الخلايا في القولون والمستقيم فوائد الزنجبيل لعلاج التهاب الحلق يمكنك تناول مشروب الزنجبيل في حالة عدوث التهابات الحلق فهو يعمل على طرد البلغم إيقاف السعال إزالة الافتقان وقتل البكتيريا المسببة للتهاب الحلق الزنجبيل مسكن طبيعي للألم فهو يقلل الألم من خلال تقليل استجابة المخ لمادة البروستجلندين وكذلك يفيد في علاج خشونة المفاصل ومرض الروماتويد والشد للعضري يمكنك وضع زيت الزنجبيل على المنطقة المصابة وستجدوا للراحة التمت للنشأة لله فوائد الزنجبيل في علاج أمراض الصدر عند تعرض مريض حساسية الصدر إلى الأتربة والدخان وبعض الأطعمة يزاد إفراز مادة تسمى الهيستامين تعمل هذه المادة على تضييق مجرى الهواء فيشعر المريض بصعوبة في التنفس وهنا يأتي دور للزنجبيل الذي يحتوي على مراكبة تعمل على تقليل إفراز الهيستامين وبالتالي للتخفيف لشدة المرض كما يعمل الزنجبيل الساخن على إزالة احتقان الحلق كن بإحضار ملعقة من الزنجبيل المطحون وضع عليها ملعقة عسل نحل ثم أسكب عليها ماء مغلي وتناول المشروب حتى زوال الأعراض فوائد الزنجبيل في علاج القيء والغثيان أكدت الأبحاث أن الزنجبيل يفيد في إيقاف القيء والتخلص من شعور بالغثيان الذي يحدث نتيجة دوار البحر إجراء عملية جراحية والعلاج الكيميائي علاج الغثيان الصباحي عند الحوامل للزنجبيل تأثير يشبه تأثير فيتامين بستة في علاج الغثيان الصباحي عند الحوامل ولذلك ننصح الحوامل بتناول الزنجبيل بكميات صغيرة أو حسب رشادات الطبيب يمكن استخدام الزنجبيل كأحد للتوابل في للطعام بكمية صغيرة ولا يتم تناوله كعلاج أو بكميات كبيرة إلا بعد استشارة الطبيب المختص تحذير الزنجبيل يفيد في علاج الغثيان عند الحوامل ولكن يحذر تناوله عند الحوامل الأكثر عرضة للنزيف مرضى السكر والقلب إلا بعد استشارة الطبيب المختص فوائد الزنجبيل في علاج سرطان المبيض وجد أن الذوره تحتوي على مراكبات مضادة للأكسادة تعمل هذه المراكبات على قتل الخلايا السرطانية وبالتالي علاج سرطان المبيض نقطة لا يستخدم الزنجبيل في هذه الحالات إلا بعد استشارة الطبيب المعالج لا غنى عن العلاجات للطبية الأخرى فوائد الزنجبيل في الوقاية من سرطان القلون ذكرت أحد الأبحاث في جامعة منسوتا أنه له القدرة على تقليل نمو سرطان القلون والمستقيم فالزنجبيل يعمل على قتل الخلايا السرطانية وتثبيت نموها الزنجبيل يخفف من آلام الدورة الشهرية عند النساء منذ القدم يستخدمه الصينيون في علاج آلام الدورة الشهرية فتناوله كمشروب في بداية الدورة يمنع حدوث الآلام الزنجبيل يساعد في عملية الهضم وجد أنه يساهم في إتمام عملية الهضم فهو يساعد في تكسير البروتينات ليسهل هضمها كما أنه يحفز إفراز المخاطئ الذي يحمي من قرحة المعدة والأمعاء فوائد الزنجبيل في علاج النزلات المعوية يستخدم منذ القدم في علاج النزلات المعوية ونزلات البرد لما له من أثر في قتل البكتيريا وتسكين الألم فوائد الزنجبيل في علاج الصداع النصفي المادة التي تجعلك تشعر بالألم مادة البروستجلندين يعمل على تقليها وبذلك فهو يسكن الألم ويقضي على الصداع للأرق والقلق أضيفي ربع ملعقة من الزنجبيل المطحون إلى كوب الحليب للساخن واشربيه قبل أل النوم وحاول دهن جسمك بزيت زيتون لتحقيق مزيد من الاسترخاء لعلاج الصداع وداء الشقيقة يعجن قدر ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون في فنجان من زيت الزيتون ويدلك منه مكان الألم مع شرب مغلي الزنجبيل والنعناع للانتعاش والشعور بالفرح يشرب مغلي الزنجبيل مع الحبة السوداء والنعناع قدر كوب يوميا علاج الغشئ الليلي يشرب كوب عصير جزر مضاف إلي نصف ملعقة من الزنجبيل المطحون علاج الدوخة ودوار السفر تصنع أقراص بحجم حبة الكرز من الزنجبيل المطحون وسكر النبات المطحون والنشا وتجفف في الظل يمكن مص قرص عند الشعور بالدوخة أو قبل السفر ترجمة نانسي قنقر